بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكو في أخبار الفن عملت بالتمثيل والغناء والإنتاج وربط الجمهور بينها وبين وردة للتشابه الكبير بينهم حتى في نبرة الصوت كان جمالها اللافت وصوتها المميز شهادة عبرها لعالم الفن والشهرة التحقت بمعاد الفنون الموسيقية في عام 1975 وحققت فاتن فريد النجومية في سوريا ولبنان ثم عادت إلى مصر ويعتبر فيلم وحوش المينة مع الفنان فريد شاوي وبوسي وفاروق الفيشاوي ومن إخراج نيازي مصطفى هو بداية تقدمها للجمهور بطلة مطلقة مع أهم نجوم هذه الفترة ومع مخرج كبير ما دفع لتقديم فيلم امرأة تدفع الزمن مع فريد شاوي ومحمود ياسين ومن إخراج حسن إبراهيم ثم الخطيئة السابعة مع فاروق الفيشاوي وعيدة رياض وإخراج عبد اللطيف زكي أنتجت فاتن فريد فيلم بياضة من بطولة رجدي أبوزة ويسرى كان آخر أعمالها مسلسل بطة وأخوتها من بطولة غاد عبد الرازق وأحمد بدير عام 2004 وظلت بعدها ثلاث سنوات لا تشارك في أي أعمال فنية بعدها تزوجت من رجل أعمال يمتلك بنزينة وقام رجل الأعمال بطرد أحد العمال يدعى ياسر علي من العمل فذهب ياسر لمنزل فاتن ليطلب منها أن تتوسط له لإعادته للعمل وبعد رفضها شاهد ياسر سكينا في صالة الشقة التقتها بسرعة وسدت طعنة نافذة لها في البطن أخرجت أحشاء فاتن فريد وسدت طعنة أخرى في الصدر أحدثت جرحا في الرئة تسبب فيه نزيف داخلي فانطلقت صرخات الضحية وتجمع الجيران وفر المتهم هاربا وتتبع الحارس خطواته وأمسك به وسلمه لرجال الشرطة وكان هذا تقرير نيابة التي أمرت بدفن الجثة بعد معرفة سبب القتل هويدة ابنة الضحية التي كانت تسكن بجوارها حضرت على صوت الصرخات من الجيران وشاهدت والدتها على الأرض والدماء تنزف منها بغزارة وكانت الدماء تحيط بها من كل جانب احتضرت هويدة والدتها بقوة وبكت هويدة بعد ما رأت والدتها غارقة في الدماء ورددت فاتن فريد بصوت ضعيف ياسر أتلني وتوقفت كلمتها وراحت في غيبوبة لم تفق منها لتشهد مستشفى الهرم آخر لحظات فاتن فريد